موسيقى مسهلا الخير عزيزي المشاهدين و أهلا و سهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا إحنا اليوم راح نكمل حلقتنا السابقة وهي حول ارتفاع ضغط الدم و كمان راح نتطرق إلى هبوط ضغط الدم لأنه زي ما بصير عندناس كثير ارتفاع في ضغط الدم ممكن يصير عندهم هبوط في ضغط الدم طبعا إحنا ضيفنا اليوم كمان مرة اللي هو ضيف العزيز الدكتور مؤيد عيبس أخص استشاري عفوا استشاري أمراض القلب و رئيس جمعية اختصاصي القلب في فلسطين دكتور مؤيد مساء الخير مساء الخير هلا وسهلا فيك مرة تانية يعني إحنا الحلقة الماضية مما سعفناش الوقت من حجم الاتصالات من المشاهدين لأنه موضوع حيوي جدا وممكن أنه أغلب كتير من الناس يأرقهم موضوع ارتفاع ضغط الدم لو إحنا بشكل سريع قبل ما إحنا نكمل الحلقة نذكرهم بمعطيات الحلقة السابقة حول ارتفاع ضغط الدم شو الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى ذلك بشكل سريع ارتفاع ضغط الدم زي ما حكينا مرض شائع جدا نعم حوالي 20% من الأشخاص البالغين وهذه نسبة كبيرة جدا من الناس نقطة الأساسية اللي حبينا نركز عليها في المرة السابقة اللي هي أنه ارتفاع ضغط الدم المرضي هو ضغط مرتفع بشكل دائم ومستمر وليس لمرة واحدة نعم وأنه ارتفاع ضغط الدم ضروري للإنسان للقيام بأعماله الحيوية اليومية ولكن إذا أصبح ضغط الدم مرتفع بشكل دائم يصبح مرضي ولكن إذا قسنا الضغط والكناه مرتفع هذا لا يعني أبدا أنه هناك مرض اسمه ارتفاع ضغط الدم يعني تقول إذا قسناه مرة واحدة ولئناه مرتفع هذا لا يعني أنه في ضغط الدم بس بده مراقب نعم وهذه الرسالة اللي أنا كنت حابب في المرة السابقة أوصلها للجمهور أنه الناس بتخاف بس يشوفوا ضغطهم 140 أو أكثر بيخافوا وبيفكروا أنهم أصيبوا بارتفاع ضغط الدم برضو إحنا هذا شيء عادي في رسالة برضو إحنا حاولنا نوصلها لها خلماد الدكتور مؤيد بأنه مش كل واحد عنده وجع براسه يتوهم أنه في عنده ضغط ويبلش يعاني من القصة قبل حدوثها لأنه ما ربطنا كتير ما بين الضغط والصدع نعم الرسالة الثانية كانت في هذا الإطار أنه ارتفاع ضغط الدم للأسف في أغلب الأحيان لا يتصاحب مع أي أعراض نهائيا سوى أنه إحنا بنقيس الضغط وبنلقيه مرتفع وبالتالي مهم جدا أنه الناس تأخذ ضغطها وخاصة الأشخاص البالغين فوق 30 سنة على الأقل مرة واحدة في السنة أو أكثر يأخذوا قياس للضغط للتأكد أنهم عندهم مش مشاكل في ضغط الدم من ناحية ومن ناحية ثانية أنه الأعراض إن وجدت لارتفاع ضغط الدم فهي خفيفة خفيفة غالبا غالبا هي الصداء وجع الرأس بس ركزنا أنه مش كل وجع رأس يعني ارتفاع ضغط الدم صحيح لو تترقنا برضو كان معنا سؤال في الحلقة الماضية وبرضو من خلال صفحتي الفيسبوك أجاني أكثر من سؤال بيسألوا الناس مرتين عن الأسباب اللي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند الناس حكينا أنه في 90% للأسف من الحالات ما بنعرف إيش سبب ارتفاع ضغط الدم في 10% من الحالات بنعرف أنه أسبابها بتكون مرتبطة في أغلب الأحيان بمشاكل الكلة وبأمراض الكلية من ناحية لأنه الكلية هي جزء أساسي وأصيل في عملية تنظيم ضغط الدم في الجسم هي المحور الأساسي في عملية تنظيم الضغط لأنه هي مسؤولة عن السوائل وعن تركيز الأملاح في كل الجسم وبالتالي هي المختبع ضغط الدم في الجسم ومن هون أمراضها ممكن تعمل ارتفاع ضغط الدم وحكينا عن عوامل مساعدة أيضا لارتفاع ضغط الدم اللي هي التدخين والسكري والسمنة وارتفاع نسبة الكوليستيرول في الدم وحكينا عن الثلاثة المترابط اللي هو السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم متى دكتور مؤيد بنقول أنه فيه ارتفاع في ضغط الدم شو القراءات اللي احنا بنقيسها في العيادات أو في المراكز الطبية عشان نقول المريض هذا عنده ضغط دم وبعد قديش من القياسات وهاي هي فعلا اللي أنا بسميها مربط الفرص في ارتفاع ضغط الدم هو يجب أن يكون ارتفاع دائم ولمدة أسابيع طويلة نعم وبالتالي كياس واحد واثنين وثلاثة وخمسة ما بيكفوا وحتى على فترات متباعدة يعني المريض العياني ما بيجينا على العيادة احنا بنقيس ضغطه عدة مرات للتأكد يعني الأرقام مهمة جدا كما طرونها على الشاشة هون أنه الطبيعي وهذا اتفاق عالمي عليه حقيقة أنه الطبيعي أقل أو يساوي 180 على 20 بين المية وثمانين على 20 والمرضي اللي هو أعلى أو يساوي 140 على 90 نعتبره مرضي بين الاثنين بنعتبرها حالة ما قبل المرض وهدول الناس اللي بكون عندهم ضغط بين المية وعشرين والمية واربعين يستحسن متابعتهم لفترات طويلة للتأكد أنه ما يتطورش هذا إلى مرض ارتفاع ضغط الدم الطبيعي بنقول على مية وعشرين على تمانين أو أقل أو أقل الارتفاع ضغط الدم لما بنقول على مية واربعين على تسعين ما بين هدول الرقمين هي حالة ما قبل المرض في أغلب الأحيان في أغلب الأحيان وهذا في حوالي 40 إلى 50% من الحالات هذه الأرقام تتطور إلى ارتفاع مرضي لضغط الدم في عدة سنوات لاحقه يعني بين سنتين إلى خمس سنوات دكتور مؤيد لما إحنا بيجي مريض لأول مرة عند الدكتور مؤيد قداش بيحتاج وقت وهو بتابع في حالته بقياصات ضغط منزلية أو بقياصات ضغط في العيادة عشان يقول خلص المريض هذا هو عبارة عن مريض ضغط وأنا لازم أبلش له أدويه غالباً بيأخذ الأمر معي أنا شخصياً أكثر من شهر نعم بحيث أنه في بعض الأحيان ممكن إنساني بتعرض لضغوطات في الحياة ممكن لأسباب كثيرة عديدة لا يمكن حصرها هون بيرتفع ضغطه لفترات مؤقتة وبالتالي قرار علاجه قرار علاجه قرار مهم جداً 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 وبيطلب كثير من التأني والتأكد أولاً إنه هذا الشخص فعلاً مصاب بارتفاع ضغط الدم لأنه هذا بيعتمد عليه قرار علاجه ومدى الحياة ورح نتطرق طبعاً للعلاج في أول سؤال معي على الفيسبوك وبخصوص اللي إحنا بنحكي عنه بالظبط عبدالله بيسألنا بيقول يا دكتور هل دائماً ما قبل مرحلة الارتفاع ضغط الدم أو بداية ارتفاع الضغط الدم هل هناك طرق أخرى نتبهها غير الأدوية؟ نعم في هذه المرحلة الآن الحقيقة هناك جدل علمي واضح في فرق من العلماء في الناس في العالم بيطالبوا بعلاج هذه الكاتيوري هذه المجموعة من الناس والأغلبية العظمى من الناس بيقولوا لا يجب هون اتباع اللي إحنا حكينا عنه بالحلقة السابقة اللي هو تغيير نمط الحياة يعني تخفيف الوزن الرياضة تخفيف من أكل الأملاح بشكل ضروري وأساسي الاكثار من أكل الخضار والفواكه والتقليل من أكل الأغذية المدهنة والمعلبية والمعلبية 100% لأنه هي كمان المعلبات المعلبات طبعا هي في أغلبها تحفظ بالملح وبالتالي في أغلبها ممنوعة مش ممنوعة في أغلبها يحبد تجمع حتى لو مرضى الضغط المشخصين وبيأخذوا أدوية مفروض ما يكلوش المعلبات بشكل عام بكل تأكيد نعم طبعا إحنا مشاهديننا بنحب نذكركم بأنه بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحة الفيسبوك ومن خلال رسائل الفيسبوك وإحنا راح نجاوب على كل الأسئلة أو بالاتصال المباشر معنا على الستوديو وبرضو إحنا راح نستقبل أسئلتكم ونجاوبها أكتور مؤيد يعني لما بنحكي عن الضغط برضو إحنا بنحكي عن هناك رابط ما بين الضغط وكثير من الأجهزة الموجودة بالجسم ضغط الدم ضخ الدم من القلب يعني بنحكي عن المخ بنحكي عن الأطراف بنحكي شو المشاكل اللي إحنا ممكن نتوقعها لو ما تعالج بناش نحكي عن المضاعفات بس أنا بقصد يعني المضاعفات العامة ضغط الدم مرتبط في جميع أنحاء الجسم لأنه زي ما عرفنا في البداية هو الكوة اللي بدخ القلب اللي بوجدها القلب لتوصيل الدم لجميع أنحاء الجسم الآن إذا في خلل في عملية توصيل هذا إنه الأنسجي اللي بدها تشتغل عادة اللي عادة مبرمجي إنها تشتغل على ضغط منخفض وبتصير تشتغل على ضغط أعلى من هذا بيصير عندها خلل وبيصير عندها مشاكل وهذا بيكون أولا بادئ ذي بدء بالشرين نفسه اللي بمر فيها الدم واللي بيرتفع فيها الضغط وبالتالي أمراض الشرايين كلها تصد طبعا لا أخفيك إنه هناك مرض مهم جدا جدا اللي هو شرايين الدماغ وفي مضاعفات الضغط اللي بيسبب لجلطات دماغية متكررة هذه من الأمراض المخيفة المرعبة أو المضاعفات المرعبة لارتفاع ضغط الدم طبعا شرايين القلب الدقيقة أيضا بتعاني كثير شرايين الكلة وغسيل الكلة والفشل الكلوي شرايين الأطراف بتلعب دور مهم أهم من هذا وذاك أيضا مشاكل في العيون في النظر الجلطات الدماغية مشاكل الشباكية كل هذه مرتبطة ارتباط عضوي ورئيسي بارتفاع ضغط الدم من هون أهمية هذا المرض وأهمية إنه المواطن يعرف ماهيته نعم إنه نعطيهم كيف إنه هذا المرض متعدد الأسباب وبحاجة إلى علاجات متعددي أيضا كما رح نحكي عنها وبحاجة إلى قياسات كمان متعددي قبل ما نشوف فيه معنى تقرير رح نشوفه بعد شوي ولكن حابب أسئلك دكتور شو علاقة الاسترس والتوتر النفسي بالضغط هل هو التوتر العصبي من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم آني أو مزمن نعم الارتفاع الآن هذا بنحط بينكسين طبيعي فيزيولوجي ما فيه أيها مشكلة أي استرس أي انفعال أي ضغوطات بتعرض إلى هالإنسان سواء كان في حياته الكونية أو الذهنية ممكن أنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزي ما حكينا المشكلة عند الناس اللي عندهم مرض ارتفاع ضغط الدم إنه إذا ارتفع ضغط الدم ما بيعود بينزل الإنسان العادي المفترض زيه وزيك بيرتفع الضغط عنده بعد ساعة ساعتين بيصير فيه كنترول من الجسم نعم بيصير ترتيبات خاصة في الجسم بحيث إنه برجع ضغط الدم إلى مستواء العادي وهذا بيميز الإنسان المصاب بالمرض أم لا الآن التعرض للاسترس هو معنى ذلك إنه ارتفاع ضغط الدم كل ما يحاول ينزل الاسترس برفع فبالتالي من هون أهمية مضاعفة للإنفعالات والضغوط النفسية على النفسية والجسدية والفيزيولوجية على ارتفاع ضغط الدم طيب إحنا طبعا دكتور مياد في حالة لما يجينا مريض على العيادة وبنفحصه وبنلاقي عنده ضغط يعني أكيد بكل تأكيد إحنا مش نخليه عندنا في العيادة قدين 24 ساعة لمدة أسبوع أو عشر تيام عشان يفحص ضغطه ولكن إحنا ممكن إحنا خلال البيت نعمل فحص منزلي للضغط رح نشوف التقرير الصغير وبعد ذلك طبعا في إنا حوار كبير على هذا الموضوع وعلى شور الكمنديشن في هيك موضوع شوف التقرير ونكمل حوارنا قياس ضغط الدم في المنزل يساعد على ضبطه ويجب أن يقاس في نص الوقت من كل يوم وذلك صباحا قبل تناول الأدوية ومساء قبل النوم قبل التدخين أو تناول القهوة أو الرياضة بنصف ساعة قبل القياس اجلس على كرسي مستقيم الظهر وبهدوء لمدة خمس دقائق وضع القدمين منبسطتين على الأرض ودون تشابك استخدم طاولة أو يد المقعد لمساندة ذراعك وذلك بمستوى القلب ضع الجهاز حول ذراعك فوق الكوع وخذ القراءة وسجلها إن قياس ضغط الدم يوميا سيساعد الطبيب على تحديد حالة الضغط يعني زي ما شفنا إحنا وياك دكتور مؤياد والمشاهدين بأنه تقرير بقول على أنه لازم إحنا إذا ناخد قياسات ضغط منزلية لازم ما نكون بذلنا مجهود لا جسدي ولا رياضي ولا رياضي أقل شيء نصف ساعة وما نكون لا دخلنا عند المدخنين اللي إحنا أصلا مننصحهم ما يدخنوا ولا يشربوا قهوة برضو قبل نصف ساعة من عملية قياس الضغط هاي أبجديات عشان ناخد قراءات صحيحة الشو بعلقنا دكتور مؤياد على اللي شفنا في هيك حالي يعني لازم نسجل الساعة والوقت اللي أخد ويفضل من نفس الوقت صح؟ عندي شوية تعليقات نعم على القياس المنزلي أولا هذه الأجهزة في البداية مفيدة وبتعطينا مؤشرات مش دقيقة مؤشرات دقيقة عفوا ولكن في مشاكل في استخدامها البيتي أولا أغلبية الناس ما بتعرف أصول قياس الضغط وبالتالي بيكيسوا ضغطهم في أي وقت في أي زمانة شفنا في التقرير أنه لازم يكون الواحد مرتاح في أغلب الأحيان اللي أحنا بننصح مرضانا فيه هو كياس الضغط في الصباح عند الصحوة الصبح بس يصحى الواحد من النوم يكيس ضغط وهذه هي الفترة المثلة لكياس ضغط الدم بعد ذلك لازم الإنسان يكون مرتاح مش مشتغل مش في آخر النهار مش بعد تعب شديد مش في وضعية واقف مثلا ففي لكياس ضغط الدم له أصول منصح الناس أنا أنهم يسألوا أطباءهم عن طريقة الطريقة المثلة لكياس ضغط الدم هذا يعطينا زي ما أنا حكيت مؤشرات عن ضغط الدم لكن إلا مشاكل مع الناس بين كسين في قياس ضغط الدم إنه في بعض الأحيان الناس بفكروا إنه اعتبار ما قرأ الرقم ضغط الدم انتهى الأمر وصار طبيب وبالتالي هو بيقدر يتصرف ويتخذ قرارات بما في ذلك القرارات العلاجية أو في بعض ناس بصير عندهم نوع من بين كسين الهوس في قياس ضغط الدم بصيروا يكيسوا 10-15-20 مرة وهذا برضو خطأ وهذا برضو خطأ بدخله في استرس وبدخله في توتر نعم هذا بدخله في تعقيدات يعني اقتناء هذا الجهاز في البيت أنا شخصيا إلي علي تحفظات كثيرة يستحسن إنه أي شخص بيشتري هذا الجهاز تجري للطبيب إنه يتجري للطبيب ويشوف كيف بدنا نستفيد منه في الطرق أحسن طرق للاستفادة من جهاز تعرفوني المشكلة دكتور مؤيد يعني أنا مثلا بيجي عندي مرضى مثل هيك وبكون عنده جهاز وحاول أقنع المريض إنه ما تستخدم الجهاز لأكثر من مرتين يوميا وحنا عاديين بقتنع أوكي برجع بعد أسبوع بقول لك دكتور أنا كنت إيسه عشر مرات يا عمي هذا خطأ هذا خطأ يعني بصير نوع من الإدمان على قياس ضغط الدم هذا من ناحية ومن ناحية ثانية الشيء التحفظ الآخر اللي أنا عندي إنه بصراحة احترامي للجمهور هذا إنه بفكروا حالهم إنهم صاروا أطباء وبيصيروا يتخذوا قرارات طبية بتخفيف الجرع بزيادة الجرع بزيادة أدوية ثانية وبيخفف زيارتهم الضرورية للطبيب المختص مجرد اقتنعهم هذا الجهاز نعم وهذا خطأ شائع بتصور إنه الناس إنها تأخذ هذه الأرقام وعلى طبيبهم وعلى طبيبهم فقط حتى مش أي طبيب يعني إذا الطبيب ما بيعرفهم ما بيقدر يعطيهم إذا ما بيعرف القصة التاريخ المرضي لهذا الضغط ما بيقدر يحكم على الأرقام اللي شايفها نعم فبالتالي حتى مش أي طبيب يعني لازم يروح الواحد على طبيب طبيب اللي هو يعني نعم اللي بتابعه لأنه هو اللي بيعرفه أكثر وبيكون في عنده هدف علاجي محدد مسبق هو أنا الفكرة اللي بدي أقولها للمشاهدين طبعا قراءة المنزلية هاي قراءة مش ذاتية مش لإلك أنت مفروض تاخدها المفروض أنه إحنا زي ما شفنا بالتقرير هاي قراءة أنت بتدونها بتسجلها بالساعة بالتاريخ مرتين يوميا ولكن لهدف واحد اللي هو أنك أنت تعرضها للطبيبك اللي بيباشر حالتك عشان يقدر يحدد شو نوعية العلاج هل العلاج مناسب لإلك هل ارتفاع ضغط الدم بيجي في أوقات معينة هل بحاجة يغير لك الدواء أما إذا بلشنا ناخد ضغطنا صباحاً ظهراً مساءاً بالليل إحنا راح نفوت حالنا في مشكلة ومعضلة أخرى راح تأثر على جهازنا العصبي راح تأثر على حتى على قياسات ارتفاع ضغط الدم وراح اللاحظوا والدراسات أثبتت بأنه كثرة قياسات ضغط الدم تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ جداً عند المريض وهو ارتفاع مش مزبوط يعني مش عم بيعكس الحالة الصحيحة للجسم كتور مؤيد يعني لما بيجيك مريض وبجيب لك الشيت الورقة وكاتب عليها في إيش بتفيدك ما بين أنه أنت بتشوف القراءة صباحاً ومساءاً الأوقات هاي الاستفادة من هذا الألقام متعددة أول شيء في بعض الأحيان محتاجها مشان نشخص لأنه زي ما بتعرف في حوالي 4-5% بنسميهم اللي هما ضغط البلوز البيضاء على الفكرة مشان هيك أنا شخصياً ما بلبسش بلوز البيضاء في عياتي لأنه الناس بس يشوفوا شخص لابس البلوز البيضاء بيرتفع ضغطهم هذه النسبة موجودة يعني ارتفاع الضغط فقط في العيادة وبس يروح على البيت برجع ضغطه عادي نعم هذه الورقة بتفيدنا كثير في تشخيص هذه الحالة هذه من ناحية من ناحية ثانية في التشخيص بشكل عام إذا كل الكراءات مرتفعة على مدى أيام وأسابيع مختلفة الكراءات اللي بتنعمل بالبيت بتعطينا مؤشر لا اتجاه إنه نعالج أو ما نعالجش مساعد طبعا مش بناء عليها فقط بنبني هناك عوامل أخرى بنبني عليها قرار العلاج ممكن إنه نحكي عليها نحكيها فيما بعد بتفيدنا هذه التسجيلات بعض الأحيان في متابعة المريض بيجينا مرتفع ضغطه بنقرر إنه نعطيه علاج وبنشوف إحنا هذا العلاج فعال أم لا يعني هي باختصار مشاركة من المريض بقرار العلاج وبمتابعة العلاج بس القرار النهائي بإيد الطبيب اللي بتابعك نعم مش بإيدك دكتور مؤيد يعني إحنا برضو من خلال متابعاتنا للمرضى في اليوم طريقة حديثة وهي قياس ضغط الدم عند الناس على مدار 24 ساعة من خلال جهاز معين تشرحنا عنه خلي الجمهور برضو ياخد فكرة وشو فيدته هذا جهاز هو قديم من عدة سنوات موجود بشكل مصغر هنا في فلسطين مع إنه سهل جدا وعبارة عن جهاز بسيط بيأخذ الضغط كل ثلث ساعة أو كل فترة معينة الطبيب بيحددها هذا بالنهار وبالليل بيصير يأخذ الضغط كل ساعة أو كل ساعة حسب ما يعني بيضلوا على وعبارة عن جهاز ضغط بنحطه على الساعة تبع المريض وبيحملوا جهاز معه بيروح بالبيت وبقيس الضغط حوالي 70-80 مرة في الـ 24 ساعة ومن خلال برنامج معين في الكمبيوتر بيعملنا الدراسات عن كيف الضغط ومختلف الكراءات الآن هذا الجهاز مساعد لتشخيص مرض ضغط الدم بحيث إنه الكراءات بتكون بالعيادة في بعض الأحيان إما وسط أو على البوردر لاين على الحفة في معناه وإحنا مترددين إنه نعطي علاج وما نعطيش علاج هذا الجهاز بساعدنا إنه نسجل الـ 24 ساعة ونشوف كيف ضغط هذا الشخص هذا المريض على 24 ساعة إذا كان مرتفع أم لا طبعا إلو كراءات وأصوله والآن هناك توصيات عالمية باستعماله طبعا مش كل عند المرضى هذا مش عند كل المرضى هذا مهم جدا عند بعض المرضى مشان هيك الطبيب اللي بتستشيره أو اللي بتستشيره المريض هو اللي بيقرر إنه نحط له هذا الجهاز كمساعدة للتشخيص أم لا نعم برضو من الملاحظات الملاحظة في السنوات الأخيرة دكتور مؤيد بأنه إحنا زمان كنا نحكي عن مرض ارتفاع الضغط هو مرض الناس الكبار بالسن اليوم لا أصبح إحنا بنشوف ظاهرة زي كل الأمراض الموجودة زي السكر زي الجلطات القلبية زي الفشل الكلوي اللي كله كان مرتبط بالعمر صرنا نشوف لا حتى الشباب ومجموعة يعني مش خليلي يعني من الشباب في العمر برضو بيهانوا من ارتفاع ضغط الدم برأيك شو إحنا يعني في فلسطين يعني هل في شيء مختلف عن ولا هو حالة عالمية موجودة لا هو في الأغلب حالة عالمية بتعرف يعني زادت طرق التشخيص نعم زاد وعي الناس وهذا مهم من خلال برامج زي البرنامج اللي انت بتقدمه بزيد التوعية الصحية لدى الناس وبالتالي بنكتشف هذه الأمراض أكثر وبنكتشفها على حقيقتها لأنه في السابق كانت هذه الأمراض موجودة ولكنها غير مكتشفة هي مخفية الآن هذه بتظهر إلى السطح وبنشوفها بس بدي أحكي شوية عن ارتفاع ضغط الدم عند الصغار بالعمر نعم احنا حكينا ان ارتفاع ضغط الدم في 90% من الحالات ما منعرف أسبابه إلا عند الصغار في العمر الصغار بالعمر من 40 وتحت أو من 35 وتحت يعني مطلعنا وياك الصغار هلأ شكرا على المجاملة عند الصغار بالعمر ارتفاع ضغط الدم بمسبباته خاصة الكلا وبعض الأمراض النادرة اللي ما في داعي انه نشغل بال المشاهدين فيها هذه النسبة بتكون أعلى بكثير من النسبة عند الكبار في العمر يعني مشاكل الكلا بتكون مثلا بدل 10% عند ارتفاع ضغط الدم العادي عند كل الناس بتكون 30 إلى 40% عند الزار مشان هيك احنا دائما يوم ما بنعلم طلابنا وتلاميذنا وزملائنا لطباء الزار بنفهمهم ان ارتفاع ضغط الدم عن صغير في العمر لازم نبحث عن الأسباب المكونات الثانوية نسميها السكندري هايبرتينشي يعني يكون هو ناتج عن مرض آخر نعم بظهر بشكل ارتفاع في ضغط الدم ويمكن علاجه والشفاء منه تماما نعم القراءات لما احنا بناخدها بارتفاع ضغط الدم ما بين الجهاز الإلكتروني اللي احنا شفنا وما بين الجهاز الزئبخ اللي احنا الأطباء طبعا بنفضله وموجود عنا بالعيادات الضق هو الزئبخي وقياس ضغط الدم حتى بالزئبخي له طقوس صحيح معينة ومهمة جدا حتى عند الأطباء ولازم اتباعها بصورة دقيقة اللي هي لانه في كثير من الناس برضو عندهم في البيوت زئبخي نعم صحيح اللي هي اللي هي الانتباه تماما أول ما يسمعوا ضقة القلب هذا بيكون الرقم العالي يعني مهمة جدا بدي احنا لما بنحط الكف أو الكفة وبننفخ بعد فترة بنبطل نسمع صوت النبط نعم بعد ذيك احنا بنبلش ننفس الكفة الموجودة هاي هون على الإيد فبالتالي ببلش ينزل يخف الضغط وابل دقة بنسمحها هي الدقة العالي العالي هي أصلا يوم بننفخ احنا بنسكر الشريان تماما نعم وأول ما يفتح الشريان بنسمع احنا الدقة هذا الضغط العالي اللي هو الانقباض نعم والانبساط بيكون المرة اللي احنا آخر مرة بنسمع فيها النبض نعم هذه هي الضغط الانبساطي الدياستوريك بلود بروشر لهذه الشغلة دقيقة جدا جدا حتى الانسان العادي بده وقت يعني الطبيب ما بيجي مش من اول قياس بتعلمها صعب بدها وقت كثير وبدها ممارسة كثير مشان هيك بننصح المشاهدين انهم يتعلموا بالاول على قياسها وما يفترضوش من نفسهم انهم بيعرفوها مية بالمية او على الاقل انهم يسألوا يعني هو مشكلة الالكتروني دكتور معيد انه هو سنستيف كثير حساس جدا لا اي تذبذبات تذبذبات او نبضات بس هو مفيد بنفس الوقت انه يعني منزليا مريح للناس ثاني شيء ممكن احنا كطباء يعطينا يعني الحال العام للمريض مش بدقة مية بالمية نعم انا من نسبة لي هو مؤشر مؤشر يعني يعني يعطينا trend بنسميها او مؤشر حتى احنا في العيادات احنا ما بنعتمد على الالكتروني احنا دائما نعتمد على الزئبقي لانه احنا مقتنعين بانه اكثر دقة احنا مقتنعين دكتور اشرف فيها في تقصيات عالمية عليه انه هو الادق انه هو المكياس الرئيسي لضغط الدق معنا اول اتصال استاذ اشرف من غزة له مساء الخير مساء الخير يا سيد مساء دكتور يعطيكم العافية يعطيك ربنا احنا مساء الخير يعني ما تشكرت على برنامج كل رائع وحب أسأل الدكتور سؤالين اتفضل انا طبعا عمري 36 سنة ويعني تقريبا قراءة الضغط عندي مش مش مزبوطة في الفترة الصباحية 120 عن 80 مساء يعني بصل 140 على 100 140 عن 90 وهذا قرأ قرأته لمدة اسبوعين يتراوح ما بين 120 عن 80 الى 140 عن 100 لمدة تسبوعين لمدة تسبوعين صحية نعم السؤال الحب أسأل للدكتور بخصوص الجهاز فحص الضغط هذا في ديجيتال موجود في السوق سهل الاستعمال بنصحنا نشتري هذا الجهاز نعم ويريد لو الدكتور يحكينا عن الأعشاب أو الأكلات الطبيعية اللي بتساعد على تخفيف ضغط الدم شو بتشتغل يا أشرف والله أنا موظف حكومي موظف حكومي صحيح ألف سلامي إليك يا صديقي ونتمنى لك السلامة والصحة دائما شكرا جزيلا ويريد بس يعني الدكتور يفيده في مسألة الديجيتال هذا الجهاز نعم نحن كنا عمالنا بنحكي عن الموضوع أشرف مرة تانية عشان خاطرك وخاطر أهل غزي كلهم طبعا يا سيدي مشكور جدا شكرا لأي لك شكرا بنعيد بنحكي مرة تانية دكتور مؤيد يعني أخونا أشرف بيحكي أنه صباحا بيقيز ضغطه يعني 120 على 80 زي ما تفضلت الأيديال لقياس الضغط 120 على 80 هل هو مفيد بداية أشديجيتال زي باقي الأجهزة بيعطينا مؤشرات ولكن دكتور عليها علامات استفهام ما منقدر نعتمد عليها مية بالمية هذا شيء نهائي الشيء الآخر هذه ظاهرة فيزيولوجية إحنا ما تدخلناش في كل التفاصيل بشرحنا عن الضغط لهو ضغط الإنسان بيكون الصبح واطئ أو عادي وفي المساء مع تعب النهار مع تراكمات الارتفاعات المتكررة للضغط الدم زي ما حكينا ضغط الدم بتعرض لارتفاع وانخفاض خلال النهار نتيجة متطلبات الحيوية لجسم الإنسان واحتياجات الأعضاء نعم فبالتالي في آخر النهار هناك إشي منسميه طوليرانس إحنا منسمح لحد 10 أو 15 مليمتر زئبك يكون زيادة عن فترة الصباح بالتالي الكراءة الطبيعية الكراءة الطبيعية في الصباح 120 على 80 هذه تكفينا أنه نطمنه أنه ما عنده ضغط والقراءة المسائية 140 منقدر نتقبلها لأنه إحنا منتقبل طبيا فيزيولوجيا 130 على 85 على 90 نعم أنه ما فيش مشكلة بس مش غلط أنه يتابع ضغطه كل 6 شهر كل سنة مر نعم بالنسبة له هو بيسأل عن الأعشاب والأشياء اللي ممكن تفيد في تخفيض الضغط يعني بداية إحنا حكينا الرياضة هي جزء أنه إحنا ما نخاف ما نقلأ فبالتالي الرياضة بتخفف من ضغط الدم قلنا كمان بخصوص دكتور بؤيد اللي هو الابتعاد عن الموالح عما العشاب الطبيعية أنا يعني مش عارف إحنا مش العشاب بشكل عام إحنا موقفنا الطبية منها أول شيء إحنا كأطباء مش مختصين بالعشاب فبالتالي شهادتنا بتكون ناقصة بهذا الموضوع ولكن إذا كانت أعشاب طبيعية من حيث المبدأ ما فيها مضرة لأنه أنت بتعرف كمان الملاج في ناحية نفسية مهمة جدا مجرد أنه الإنسان بيأخذها وبيعتبر إنها هذه مفيدة فهذه بتكون في بعض الأحيان مفيدة فعلا فما في مضرة من هذا الحكوم بس أنا بدي أضيف لأشرف وكل المشاهدين أنا من فترة كنت أقرأ دكتور مؤيد عن دراسة حول الكركدي الكركدي مهم جدا وممكن يساعد على ضغط ضغط الدم ما بيعالج طبعا مرض ضغط الدم وشعال نفرخ ما بين الحالتين بس في حالة زي صديقنا أشرف أو أي حدا ممكن يكون عنده ارتفاع بسيط في ضغط الدم أو من الحال ما بنسميها ما قبل مرض ضغط الدم الكركدي مفيد جدا في حالة مثل هيك إنت أبسط إخواننا المصريين أتمنى أنه إذا سمعونا في المصري المصريين لأنه الكركدي مشروب كثير مشهور في مصر ولكن هذا مشروب طبيعي غير مضر ما في أيها مشكلة في ناس كمان تحكي عن الثوم الثوم له دور كبير جدا والبصل ما في أي مانع للمواد الطبيعية الغذائية على الإطلاق وخصوصا إنها مفيدة للجسم كله مش بس لموضوع ضغط الدم بيقول تأكيد لما بنحكي عن إخواننا المصريين وأنه هم عندهم كثير من الكركدي ولكن إحنا في بلادنا الستات بيعانوا من مشكلة كبير جدا وأنا شخصيا اللحظتها على مر السنين اللي اشتغلنا وأكيد أنت أغلب ستات بلادنا دكتور مؤيد بعانوا من ما يسمى هبوط الضغط إحنا لا بنحكي عن 120 على 80 بنحكي طبيعي طب أنا يعني أتحدد بلاقي أكتر من 20% من السيدات ضغطهم بهاي القراءات غالبا ما بيكون 90 على 60 يعني ضغطهم همي عشانهم ريلاكس بجوز أكتر مع أنه هم أصلا يعني يعني بهروا بحالهم أكتر منا ولكن ضغطهم دائما 90 على 60 100 على 60 هل هذا يعتبر ضغط طبيعي حقيقة نعم نعم إحنا تعريفنا للضغط الطبيعي ما حددنا الصقف الأدنى بالتالي أقل من 120 على 80 هو طبيعي وإنت منعتبر إحنا انخفاض ضغط الدم مرضي أو فيه منه مشكلة عندما تظهر الأعراض وهذا مهم جدا جدا أعراض انخفاض ضغط الدم أهمها الدوخة دوران التعب الهزل وحتى في بعض الأحيان فقدان الوعي والسقوط وإن الواحد بقع إلى آخره هذه من أعراض وحتى فيه وجع راس أيضا من انخفاض ضغط الدم هذه بعض أعراض انخفاض ضغط الدم إذا ظهرت فهذا ضغط دم فيه مشكلة يستحسن علاجه نعم بس دكتور ويد يعني هم بكونوا طول عمر هم عايشين بهذا الضغط 90 على 60 اللي هو حسب الدراسات العالمية بتقول أنه 90 على 60 هو ضغط طبيعي نعم 100 بالمية هو إحنا الحقيقة في أعضاء في الأعضاء الجسم مثل القلب الرئتين الدماغ بهمنا إشي إحنا بنسميه متوسط الضغط هو مش الضغط العالي ولا الضغط الواطي هو الضغط العالي زائد الواطي على ثنين أو حتى مربعات على ثنين مربعات نعم مربعات على ثنين متوسط الضغط هذا المين بلد برشار باللغة الإنجليزية هو اللي بهمنا كتير لا الأعضاء وحتى في بعض أعضاء فيه إشي خاص فيهم بنسميه الضغط البرفوجين برشار اللي هو الضغط اللي لازم أو الحد الأدنى من الضغط اللي لازم هذه الأعضاء توصل يعني أعطيك مثل الكلة مثلا 60 مليمتر زئبك معدل ضغط يكفيها يكفيها لتأخذ حاجتها من الدم وهذا شيء مهم فبالتالي مهما نزل الضغط ما بيأثر على الأعضاء وهذا تطمين للناس اللي عندهم خاصة السيدات فعلا اللي عندهم ضغط دم بين كوسين واطي نعم رح نكمل بخصوص ضغط الدم الواطي برضو وبعدين العالي ولكن معنا اتصال جديد وفاء من رمال الله ألوه مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام الله يعطيكم العافية الله يعافيك يا أختي سؤالي أنا يعني أي ضغط بيصير خطر إما عندها ضغط يعني احنا من قول صارت جلطة نتيجة ارتفاع الضغط إنت بيكون ارتفاع الضغط بالظبط شو درجته أن يكون خطر على العشاء المسببات النتائج طبع هذا المراد وبدي أسأل هل التومي فعلا إلها نتائج أنه بتنزل الضغط وشكرا جزيلا شكرا لإلك أخت وفا السؤال الأول صد الدكتور السؤال الأول سؤال ممتاز سؤال الثاني ما سمعتوش أنا أحكي لك السؤال الأول سؤال ممتاز جدا وهذا سؤال بيتكرر كثير كثير المرضى بس يشوفوا ضغطهم 200-210 على 100 مثلا بيصيبهم حالة أو نوع من الهيستيريا وهذه النقطة حابب أوضحها للجمهور ما في إشي اسمه ضغط خطير في أن أحد أنواع الضغط بنسميه ارتفاع الضغط الخبيث وهذا ارتفاع الضغط الخبيث هو ضغط مرتفع جدا نعم وبنسميه خبيث لأنه بضر مباشرة الأعضاء النبيلة في الجسم اللي هي الدماغ العنين والكبد والكلة والكلة نعم هذا ارتفاع الضغط العالي هذا الشديد اللي بنسميه الخبيث هو له تعريف موجود وواضح لدى الأطباء هذا هو الشيء الوحيد اللي بيخوف في ارتفاع ضغط الدم مش الأرقام اللي بتخوف بالتالي في بعض أحيان مرضى بيكونوا ضغطهم 260 بروحهم على البيت وبكون متأكد انه ما فيش عندهم ارتفاع ضغط دم خبيث وفي مرضى بيكون ضغطهم 220 وبشك انه يكون عندهم ارتفاع خبيث في ضغط الدم في هذه الحالة وفي حالات تسمم الحمل مثلا هدول الناس احنا بندخلهم غرفة العنين المركزة فورا وبنخاف منهم اذا بنخاف في الضغط في حالتين فقط اللي هو ارتفاع ضغط الدم الخبيث وهذا ارتفاع ضغط الدم بصاحبه زلال وبصاحبه مشاكل في الكلة وبصاحبه مشاكل في العين في شرايين العين وبالتالي وهذا يشخص وبدقة في الطب ومهم نعرفه مشان هيك الناس ما تخاف من الارقام اللي بتشوفها طبعا الارقام العالية تدعو دائما وابدا مراجعة الطبيب لانه في مشكلة ههو مش مفروض احنا نترك الوضع لحد ما يوصل لارقام عالية كتيرا المفروض رجع الطبيب ناخد ادويتنا بشكل مستمر ونضبط الحالي هذا صحيح ولكن بس في هدول الحالتين اللي فعلا هم اللي بيخوفوني انا كخصائي قلب في ضغط الدم هو ارتفاع ضغط الدم الخبيث اللي بيتصاحب وبالضرورة اصابة في شرايين العين قاع العين وبالكلة وبزيادة افرازات البروتين في الكلة والزلال هذا بسميه بالزلال هذه وارتفاع ضغط الدم او تسمم الحمل وهذا موضوع اخر هن الحالتين الوحيدات اللي بيخوفونها في ارتفاع ضغط الدم نحا كان سؤالها التاني سيتوفاء بخصوص الثوم هل فعلا له يعني انا شخصيا قرأت عن الموضوع دكتور ويد وكل الدراسات بتقول انه الثوم هو مفيد جدا لكل الجسم وخصوصا ضبط عملية ضغط الدم الثوم بشكل عام مفيد في التغذاء ومشكلته بس الان لما الامريكان الامريكان احنا نحن نحكي عن المصنعات بس الامريكان حلو المشكلة الان في كابسولات تحتوي على مركز من الثوم من دون رائحة نهائيا نهائيا والغارليك هذا معروف موجود في كل والله انا شخصيا امريكا وهذا موجود طبعا لازم يتاخذ بكميات كبيرة وانا زي ما حكيت لك بالنسبة احنا انه كأطباء مش خبراء بالأغذية العشاب يعني مش خلط انه هذي فكرة تستضيف في يوم اليوم برش اذا اضافت الريديو لا لا ناس مختصين بالأعشاب وعلاجاتها لانه هذا علم كأي كأي علم آخر دراسات دكتور مياد بتقول انه الثوم زي ما حكينا على الكركديه برضو الثوم له والبصل كمان من المركبات اللي لها فاعلية اني ممكن تكونوا فيني بس مهم جدا انه الناس ما يركنوا على هذا الحك لانه انا بشوف في عيادتي ناس بيقول لك انا عندي ضغط بوخ الثوم للأسف هذا تصرف غير حكيم نعم لا احنا قلنا هو هو عامل مساعد ولكن مش حل مش علاجي مش علاجي دكتور احنا لما كنا قبل شوي بنحكي عن هبوط ضغط الدم عشان برضو كتير من الاسئلة جتني من خلال صفحة الفيسبوك على موضوع انخفاض ضغط الدم لانه الستات عندنا في البلاد زي ما حكينا عندهم مشكلة بهذا الموضوع الاعراض حكينا عنها الاسباب هلأ دكتور في حالة حدوث هاي الاعراض اللي هو هبوط ضغط الدم شو مفروض نعمل شو الحل الآن السريع الحل الآن والحل الدائم لهبوط ضغط الدم هو شغلتين نعم اللي هو الاكثار من شرب السوائل وأكل الأشياء الملح نعم سائل وحده لا يكفي والملح وحده لا يكفي حتى نرفع ضغط الدم في الجسم بحاجة إلى سائل سائل وملح حتى السائل هذا نحتفظ فيه داخل شرييننا لازم يكون مرتبط بالملح معادلات كيميائية ما راح ندخل بتفاصيلها ولكنها مهمة جدا جدا نربط بين سائل وملح نعم هو العلاج الرئيسي الرئيسي في أغلب الأحيان ونحن حتى اللي بيجينا يعني بيجينا على المستشفيات مريض عنده هبوط ضغط إحنا اللي بنعطيه بداية سائل وملح نعم مي وملح بس مركب طبي يعني ونعطيها بالوريد فبالتالي برتفع عنده الضغط فمهم جدا الملح والسوائل السوائل سؤال مهم جدا برضه دكتور على هبوط الضغط كثير من الناس بيسألوا بخصوص هبوط الضغط المصاحب للحركة يعني لما بقوم من النوم لما بيطملوا يبدو مطولوا شيء يعني شو موضوع الهبوط في الضغط في حالة مثل هيك وكيف تنتعمل معها هذا النوع من هبوط الضغط موجود فيزيولوجيا عند أي إنسان يمكن الإنسان مستلقي 100% يكون ضغط الدم على الشريين أقل بكثير مما يكون واقف لأنه الضغط كما تعرف من قيس عمود الدم النازل الآن جسم الإنسان حتى الضغط والشريين هذه هناك ميكانزم هناك آلية موجودة عندنا في الدماغ بتمسؤولي عن تنظيم هذه الحركة من حالة النوم إلى حالة الوقوف مشان هيك الناس اللي بتعاني من هذه المشكلة بنصحها دائما إنها الانتقال أو الحركة تكون خفيفة مشان تترك الوقت للدماغ إنه ينظم الحركة هذه هذا الخلل بعض الأوقات بيتصاحب مع أخذ بعض الأدوية وخاصة الأدوية اللي فيها مدرات البول وخاصة أدوية ارتفاع ضغط الدم للأسف كمان ممكن في أغلبها إحدى السايد ايفكس إحدى المضاعفات لهاي الأدوية إنه بيعمل عنا إش اللي بنسميه الأورثوستاتيك هايبو أورثوستاتيك نعم اللي هي انخفاض ضغط الدم مع تغيير الوضع الجسم مثلا من نايم أو قاعد إلى الوقوف فبالتالي بننصحهم في أغلب الأحيان لحلها وحلها بسيط جدا إنه قيام بهذه الحركات بصورة تدريجية وهذا بيحل المشكلة نعم يعني أنا بدي أرجع أكد مشاهديننا على كلام الدكتور مؤياد بأنه كتير مننا إحنا أحيانا ممكن نتعرض وأغلبنا منتعرض لحالة مثل هيك بأنه إحنا بنكون في وضعية النوم أو الجلوس وبنيجي فجأة بدنا نقوم بنلاقي حالة من الدوار بتصيب الإنسان الحل بسيط جدا لما نقوم من النوم لازم شوي نقعد على طرف التخذ بحيث نعطي زي ما تفضل الدكتور مؤياد فرصة للدماغ والقلب للتفاهم بينهم بين بعض لضخ الدم بشكل منطقي إلى كل الجسم في حالة إنه إحنا بدنا نكون قاعدين وحاولنا نقوم بتتكرر معنا الشغلة هاي المطلوب مننا شغلة بسيطة جدا إنه إحنا قبل ما نقوم نحاول نعمل تقلصات في السقين من تحت نحرك رجلينا عشان نساعد على ارتداد الدم إلى القلب فبالتالي بتصير الحرك اللي بتنحل المشكلة كمان شغلة مهمة جدا بحب أقولكو يا مشاهدينا بإنه لما بنحاول ننزل نطول أي شيء عن الأرض مش المفروض إنه إحنا نحن ظهرنا وننزل على الأرض عشان ننطولها المفروض إنه نعتمد على الفخدين ننزل بشكل عمودي ونطلع بشكل عمودي هاي بعض النصائح البسيطة اللي بتحل المشكلة هاي بشكل بسيط جدا وروتيني جدا دكتور مؤيد لما إحنا عشان وقتنا كمان لما بنحكي عن المضاعفات المتوقعة في حالة عدم علاج مرض ارتفاع ضغط الدم دكتور مؤيد بشكل سريع هذا شيء مهم جدا جدا إنه الناس تعرفوا وهذا الجزء اللي في أغلب الأحيان إذا بيفتحوا الناس على الإنترنت أو بيقرأوا بالجرايد نعم وبستعملوا مصطلحات أنا شخصيا ما بحبهاش بسموه القاتل الصامت وأنا ما بحبها لأن هذه مصطلحات بتخوف الناس أكثر ضغط الدم إذا لم يعالج إذا لم يعالج إذا وهذه نقطة مهمة جدا جدا ومنشدد عليها للناس إنه ضغط الدم يجب أن يعالج نزامي إذا لم يعالج المضاعفات تابعته بتكون وخيمة ومخيمة جدا خاصة أكثر شيء بيخوفنا الجلطات الدماغية نعم الشلل الفالج هذه مهمة جلطات القلب الفشل الكلوي مشاكل النظر مشاكل الأطراف طبعا الكلة وغسيل الكلة والفشل الكلوي هذه من المضاعفات الخطيرة جدا جدا نعم لارتفاع ضغط الدم لذلك أي ضغط دم مرضي يجب علاجه لازم يتحلج لما بنوصل لمرحلة العلاج دكتور مؤيد منبلش من هون من بعض المشاكل ما بين الدكتور أو عدم التفاهم مش المشاكل الطوش يعني لا عدم التفاهم ما بين الطبيب وما بين المريض يا دكتور أنا بتش أخذ الدواء يا دكتور يعني أنا بتاخذ الدواء طول عمري إيش بجاوبه من دكتور مؤيد الدكتور مؤيد شوية كتير شديد بهذا الموضوع الجواب هو نعم بدك تاخذ الدواء طول عمرك نعم ونعم بدك تعالج ضغطك وبدك تاخذ مش بس دواء واحد إذا لزم ثنين أو ثلاثة أو أربعة وهذا نقطة مهمة دكتور أشرف حبيب أنا أوصلها للجمهور في ناس باخذوا هالدواء بقولوا خلاص انتهى الأمر وبيروحوا على البيت للأسف لا ما انتهاش الأمر فقط 20 أو 25% من الناس ممكن علاج ضغطهم بدواء واحد الغالبية العظمى من الناس بيحتاجوا لأكثر من دواء دويين أو ثلاثة أو أربعة بالإضافة بالإضافة لحجر الأساس اللي هو يعني تبتقصد دكتور مؤيد إنه المريض إذا أجه وأخذ الدواء لا يعني إنه يروع على البيت ويغيب سنين يعني لازم متبعات دورية نعم صحيح نعم صحيح يتم عملية مراقبة للضغط في حالة لما إحنا بنقول لدكتور مؤيد يعني في بعض المرضى بشكوا ومحهم حق بصراحة يعني أنا روحت عالدكتور وعطاني دواء بعدين ضف لي كمان دواء وصرت أخذ دواء الصبح ودواء بالليل ودواء بنص الليل يعني أمر مزعج أصبح للمريض هل فيه يعني قبل فترة كان فيه مؤتمر على ما أذكر في تايلاند وإنت كرئيس جمعية اختصاصي القلب كنت في تايلاند بخصوص ارتفاع ضغط الدم هل فيه ريكمنديشن جديدي لاستخدام الأدوية؟ نعم هذه التوصيات المهمة الآن في عليها إجماع عالمي نعم سيس الإجماع العالمي الآن بيقول يجب محاربة ضغط الدم وبأي ثمن بأي ثمن معنى هذا الحكي ممكن نعطي دويين أو ثلاثة أو أكثر لحد أنه نوصل ضغط الدم إلى المستوى العلاجي المطلوب لتفادي ولتجنب المضاعفات اللي ذكرناها وبالتالي بما أنه إحنا بنعرف أنه أكثرية مرضانا ما بيطيبوا بدوى واحد فبالتالي لازم نعمل نعمل أكثر من دوى لعلاجهم في بعض الأدوية الآن موجودة في الأسواق تحتوي على دويين أو ثلاثة يعني حبة وحدة فيها دويين أو ثلاثة فبنتخلص من إحنا بنعطيها منتخلص من مشكلة أنهم الناس بدون يأخذوا أكثر من حبة من كيس الدوى بس هذا لا يعني أنه إحنا ما نحتجش في عندنا مرضى بيحتاجوا إلى أربع أنواع أدوية نعم ومهم في شغلة مهمة حابب أحكيها للجمهور أيضا أنه في دوى بيجيك مريضة بتقول لك هذا الدوى فات جارتي وما فاتنيش يا دكتور وهذا مهم جدا جدا نعرف أنه نفس الدوى ممكن يتفاعل مع مريض وممكن ما يتفاعلش مع مريض آخر نعم يوم أنا بعطي دوى من حيث المبدأ بحاول أخطار الدوى المناسب لهذا الشخص ولكن إذا هذا الدوى ما وصل للنتيجة ممكن أنه إحنا نغيره بدوى آخر أو نضيف عليه أدوية أخرى نعم دكتور ميال قبل ما ننهي حلقتنا ملخص الحلقتين بده نصائح للمجمهورنا عن مرض الضغط سواء الارتفاع أو الخفاض نصائح سريعة بخصوص الانخفاض ما يقلقوش بتاتا هذا شيء ما بيخوف ما هو حالة مرضية ما فيه له مضاعفات خطيرة بالنسبة لارتفاع ضغط الدم بنصحهم كثير 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 على تغيير نمط الحياة عدم أخذ الملح هذا مهم ثار من الرياضة تخفيف الوزن أخذ الأدوية وبانتظام وتوصيل ضغط الدم للأرقام اللي بيطلبها الطبيب اللي هي غالبا 130 على 80 أو أكثر هذا هدف ضغط الدم عند الشخص المصاب بالضغط هذا لازم نوصله بأي ثمن مهما كانت الأدوية لتجنب المضاعفات المخيفة اللي احنا بيشوفها كل يوم عند مرضى الضغط اللي مش معنجين حالهم نعم في نهاية طبعا الحلقة دكتور مؤيد احنا ساعدين جدا بإنك كنت ضيفنا على حلقتين متتاليات استفدنا كتير منك احنا وجمهورنا ونتمنى تكون ضيف عزيز علينا في حلقات قادمة ولا يهمك شكرا كتير لإلك قبل ما نختم عزيزي المشاهدين كمان أنا حابب أوجه لكم بعض النصائح ضروري جدا إنه احنا نعرف إنه ارتفاع ضغط الدم هذا مرض مزمن ما فيه له حل غير بالمتابعات الطبية والأدوية وما بنفع ناخد حبه اليوم ونترك حبه ثلاثة أيام هذا مرض بحتاج إلى متابعة دورية وعلاج مستمر يومي كمان نصائح لكل الإخوة والمشاهدين سواء اللي عندهم ضغط أو ما عندهم مش ولكن اللي عندهم ضغط زي ما تفضل الدكتور مؤيد وقال الرياضة جزء أصيل لازم يكون من حياتنا عند كل الناس كمان مرضى الضغط لازم يبتعدوا عن الأشياء اللي هم مش مدركينها إطلاقا زي ما حكينا بخصوص الأكل المعلبات اللي هي بتكون عادة مليئة بالموالح فبالتالي لازم نبتعد عنها نهائيا المكسرات المالحة اللي إحنا ممكننا كلها وإحنا مش مدركين حجم المأساة اللي إحنا بنعملها لنفسنا في ارتفاع ضغط الدم كذلك لازم نبتعد عن التدخين لازم نحاول نسبح شوي نمشي شوي وبالتالي راح تكون صحتنا إن شاء الله دائما وأبدا سليمي في نهاية حلقة اليوم أنا الدكتور أشرف طاقم العمل معي أشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة